بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل استخدامات تجربة الكونسولوديشن في إيجاد المعاملات الهامة للطربة النعمة مرة اللي فاتت إحنا جبنا ثلاث معاملات جبنا حاجة اسمها الـ A-V اللي هو الـ Cooperation of Compressibility ساعد بيسموه كده Cooperation of Compressibility وجبنا الـ MV اللي هو الـ Cooperation of Volume Change وجبنا الـ Compression Index اللي هو السي سي النهاردة هناخد حاجة مهمة جدا اسمها الـ Pre-Consolidation Pressure أو السيجما بي سي إيه هي قصة السيجما بي سي دي قصة السيجما بي سي إن انت عندك أدي الطربة بتاعتي هنا كويس أنا واخد العينة من الحتة دي كلمة Pre-Consolidation Pressure المقصود بها إيه الطربة دي على مدار تاريخة الجلوجي إيه أقصى حمل جه عليها هو ده اللي نقدر نجيبه من التجربة دي حاجة طبعا يعني في الخيال يعني يعني الطربة دي اتبنى عليها قدي بقدي إيه والأحمال اللي جت لها قدي إيه أقصى حاجة أقصى حاجة جبناها طبعا هي طريقة رياضية اسمها طريقة كازا جراند عشان نطلع السيجما بي سي أو أقصى إجهاد صابت تعرضت ليه الطربة على مدار تاريخ الجلوجي طبعا إحنا رسمنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت علاقة ما بين اللوج سيجما وما بين الإيه الإيه بنعمل إيه بقى في القصة دي بنيجي عند أقصى إنحناء للكيرف ونعمل مماز يبقى أول خطوة نعمل إيه أول حاجة جبنا أقصى إيه نمر إيه أقصى إنحناء للكيرف بتاعي هاخد منه خط أفكي والمماز بتاعته يعني أدي بيه ده اسمه مماز عند الكيرف هنا وده خط مين أفكي طب وبعدين هتجيلي هنا زاوية الزاوية دي أنصفها طبعا تعلمتوا في الرسم إزاي تنصف الزاوية هتجيب مين تجيب البرجل وتقف هنا تروح عامل قوس كده وقوس كده وبنفس الفتحة ديه تروح واقف هنا عامل قوس وعمل قوس يبقى جبت المنصف بتاع الزاوية دي والزاوية دي يبقى ده المنصف بتاعنا فاكرين المرة اللي فاتت إننا قلت لك نهاية الكيرف ده بيبقى خط مستقيم آه الخط المستقيم ده تعمل فيه ايه تروح ماده بالشكل ده الخط المستقيم اللي تماد دوتها بيتقاطع مع الخط اللي هو المنصف ده في نقطة لو نزلت بالنقطة ديه أطلع السيجما بي سي بتاعتي يبقى الخلاصة إن إحنا ممكن نحفظها ببساطة خالص نقول إيه ممس أفقي منصف مد تقاطع سيجما بي سي نقولها تاني ممس أفقي منصف مد تقاطع أطلع السيجما بي سي طيب أنا بستفيد إيه بقى بالبري ده بيحدد لي نوع السويل بتاعتي يعني إيه نوع السويل؟ إنت دلوقتي جاي بالطربة ديه من على ارتفاع اسمه إتش صح؟ والطربة دي لها جامة فليها حاجة اسمها بتاعتها اللي هي السيجما داش اللي احنا خدناها فيه فيه الاعتقد الشابطر مش اللي فات ده اللي قبله اللي هو سيجما داش دي سيجما داش دي كاي تبتسوي إيه؟ جامة في مين؟ في إتش صح؟ دي السيجما داش والله لو لقيت إن سيجما بتاعتك اللي هو الـ Preconsolidation بتاعتي أو اللي هي الـ Preconsolidation Pressure اللي هي السيجما بي سي ماشي؟ طلعت مالها طلعت الـ Current دلوقتي اللي هي السيجما داش بتاعتي أكبر منها يو بيسمي الصورة ديت إيه؟ Overconsolidated إيه؟ صويل أما لو كانوا بيسووا بعض لو بيسووا بعض فده بيسموه إيه؟ Normally Consolidated صويل أما لو كانت الـ Current بتاعي أقل أقل من اللي كان موجود قبل كده فده بيسميها إيه؟ Preconsolidation stresses يعني بيسموها إيه؟ Underconsolidation لو أنت أسمت السيجما بي سي على السيجما داش بنطلع حاجة اسمها Overconsolidation Ratio ودي بتحدد لي هل التربة بتاعتي لو كانت طبعا بتساوي واحد عرفنا أن هي نورمالي أو كانت أصغر من واحد أو أكبر من واحد أعرف أحدد هل هي Overconsolidated soil ولا Preconsolidated ولا Normally Consolidated soil كده خلصنا المعاملات بتاعتي تجربة الـ Consolidation لسه فاضل معاملات هنجيبها في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر